اشتركوا في القناة الله يعافيك حبيبي وزي ما صح الأخ المعلومة أبو أحمد أول شكر القاملة على هذه الدورة التي تعتبر دورها حبية تجمع الشباب وهذا الشيء اللي نام له بعيدا عن الفوز الخسارة يعني أي كانت للنتائج وأي كانت في النهاية المحبة والتآلف والاجتماع في هذه المناسبات هذا الشيء الجميل كل ما أتمنى على القاملة هذه الدورة التوفيق والنجاح والسجاد أما ما يخص مباراة اليوم حقيقة يعني كانت المباراة متكافئة لا نبخص الفريق الخاصل لعب مباراة جميلة ضاعت فرص نحن لعبنا ممكن كان فيه تأثير بعض العناصر كانت متأخرة من نزل الملعب عدم الجاهزية أرضية الملعب كان لها دور على الأرضية اللي يتمرون فيها الشباب في الملعب حق الشباب اللي هو في ملعب فريق النجوم ولكن الحمد لله أثمرت عن ثلاث نوقات أثمرت الشيء اللي أبحث عنه أنا في هذه الدورة بعض الوجيه الصاعدة الشابة التي تدعم فريق النجوم للمستقبل كان عندي ضهير أيمن تركي غزواني كان من الصغر في السن في الثاني ثنوي نواف من نفس السن عبد الرحمن السندي عبد الرحمن الغامدي عندي كذا اسم أنا لا أرغب في الفطولة أكثر من أن أرغب أن يكون هذا المجموعة نواه للفريق فالحمد لله على الفوز هذا الشيء المهم ولكن الأهم الأسماء هذه اللي أتمنى أنها تفيد نفسها وتفيد فريق النجوم وخرج من فريق النجوم أنا أقول لك بكل أمانة نجوم وصلوا إلى فرق جابر حقوي عيض السهيمي أسماء كثر لعبوا الفريق النجوم والآن هم في أندية نتمنى لهم التوفيق ونتمنى أن لا يكون طموح الشباب في دوري الحواري أن يكون دوري حواري لا أتمنى أن يكون طموحهم أعلى من كذا لأن الكرة الآن صارت قبل كل شيء مكسا مادي هل كانت الثلاث نقاطة كافية لارتياح في مباراة قادمة كوجهة نظر من مدربة دربة فريق اسمه النجوم ونجومنا بلاعبين والله بالنسبة للمباراها انتهت واخذنا ثلاث نقاط لا نسى شباب الزعيمة لما أظن المباراة القادمة يوم الثلاثة له نفس الحظوط متى ما فاز يصبح له كل فريق ثلاث نقاط نطمح للفوز لتصدر المجموعة لكي نستمر إن شاء الله للأدور المتقدمة وللنهاي ولكن أتمنى أن تكون المباراة القادمة تعكس الشباب الزعيم اللي هم نواه الفريق الزعيم الذي يعتبر من أقوى الفرق في حواري الدمام والفريق النجوم إن شاء الله هي ديربي دائما تكون بين الزعيم أو شباب الزعيم أو النجوم أو كان في صف ثاني الفريق النجوم يشارك بعض الدورات أتمنى أن تكون مباراة تليق بسمعات الفريقي يعطيك ألف عافية حسين شعبي وأبو أحمد باسمك وبمعناك ومدرب منذ خبرة السنين ومبروك على الفوز أشكرك وأتمنى لك التوفيق يعطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر